تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام كما تفقد عددا من المشروعات السياحية بالمدينة ووجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل وضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مختلف مكونات المشروع كما تفقد مدبولي مشروع إنشاء الفندق الجبلي وهو أحد مكونات مشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام يأتي ذلك فيما أكد مدبولي على أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام من أجل استيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كوجهة سياحية ودينية عالمية ترجمة نانسي قنقر